جوه جول الفراري جوه جول الفراري الفراري شادي ردوان ربما لم يحصل لاعب في عمره على شهرة مثل ما نال شادي ردوان فراري الأهل الصاعد بقوة الصاروخ لاعب صغير كتب اسمه بسرعة البرق في قائمة الفريق الأول بالأهل بعد ارتباط الجماهير به بسبب مستواه رائع هنا في الأشبال كنا أول من تحدثنا وقدمنا شادي ردوان قدمناه نجم على الطريق مبارياته مع فرق الشباب وأهدافه ولمساته وتألقه هي من كشفت عن موهبة رائعة خطف الأضواء فكانت الفرصة التي يبحث عنها كل ناشئ بالأهل وهي الطريق إلى مختار التتش ولد شادي ردوان عبد الرؤوف محمد في الأول من سبتمبر عام 2001 بدأ حياته في المنصورة ولفتت موهبته أصدقاء فتحركت الأسرة على الفور لتحقيق حلمه بالالتحاق بالأهل انضم لأكاديمية النادي هناك وقبل مرور سبعين يوما كانت العين الخبيرة الثاقبة ترشحه للسفر إلى القاهرة والانضمام لقطاع الناشئين لم تكن الحياة وردية فخضع لاختبارات جديدة في ملاعب النادي بمدينة نصر ولكن منذ الوهلة الأولى كان عبد النبي عشور وأسامة عباس قد اتخذ القرار وتم ضم شادي ردوان إلى القطاع لفت الأنظار بموهبته العالية وسرعته الفائقة حتى اشتهر بلقب الفراري وشبهه آخرون بالحاوي وليد سليمان أصابته عين الحسد حيث اخترته صحيفة الجارديان ضمن أفضل ستين موهبة صاعدة حول العالم فتعرض للإصابة ولكنه عاد أقوى مما كان للتألق مع فريقه فتلقى عروضا بالجملة مصرية وعربية وآخرها العين الإماراتي تمسك به الأهل وقام بتصعيده للفريق الأول ولقى إعجاب كل المدربين الذين تدرب على أيديهم الفراري شادي يتحدث عن موهبته وأحلامه في الأشبال أهلا بحضراتكم من جديد ضيفي وضيفكم النهاردة في برنامج الأشبال أنا باعتبره ابن برنامج الأشبال يعني من أول الناس اللي تكلموا عنه كنا احنا هنا في برنامج الأشبال وزا ما شفنا في التقرير جريت الجارديان البريطانية اخترته من أفضل ستين موهبة في العالم لعب مع موسيماني وموسيماني عنده ثقة كبيرة فيه لكن الفترة اللي جاية عنده تحدي جديد تمت إعارته للنادي البنك الأهلي علشان يبدأ يشارك بصفة مستمرة وإن شاء الله السنة الجاية يكون موجود مرة أخرى في النادي الأهلي برحب بضيف وضيفكم النهاردة كابتن شادي ردوان نهارة كابتن شادي نهارة بيك كابتن أسامة وأنا مبسوط جد أن أنا مع حضرتك ومبسوط طبعا أن أنا في قناة النادي الأهلي عكي أول مرة معانا في برنامج الأشبال بالضبطة فإن شاء الله كده الفترة الجاية كده ربنا يكرمنا كده مع نادي البنك الأهلي لسه خرج عارة كده إن شاء الله أرجع للنادي كده وكسر الدنيا بإذن الله عايزة أتكلم معاك من الآخر بقى من العارة تمت مبارح أو للنهاردة لا خلصنا كل حاجة كانت مبارح يعني أنا كنت مخلص مع نادي البنك أول مبارح وجينا مبارح في النادي خلصنا كل حاجة نزلت التدريب بالفعل ولا لسه نزلت النهاردة كان أول تمرين اللي هي كان الصبح جد تحدي جديد يا شات يعني النهاردة يعني رؤية النادي الأهلي إنك تكون موجود معاك طبعا برضو مع رؤيتك إنك تكون موجود الفترة اللي جاية في نادي البنك الأهلي عشان تبدأ تشارك بصفة مستمرة تقدر تثبت نفسك تاخد خبرات وإن شاء الله عودة مرة أخرى لنادي الأهلي السنة الجاي هكي طبعا جابت لنا يعني الواحد كان محتاج خطوة زي دي من سنة تقريبا بس الحمد لله يعني كان فترة الإصابة عطلتني شوية بس خير يعني جد الوقت طبعا أنا من خلال البرنامج بشكر النادي الأهلي على أن أم وفقوا على عارضي لنادي البنك خطوة مهمة في المستقبالي تفرع معاه كتير جدا عشان إن شاء الله الموسم الجديد اللي بعد الجاي ده إن شاء الله يبقى ليه مكان إن شاء الله في النادي الأهلي إن شاء الله وده تفكير جايد جدا ليه اخترت البنك الأهلي والله كابتن كان فيه قز عارض كده بس كابتن محمد يوسف تواصل معاه بنفسه وتكلم معاه بشكل كويس ومدرب كبير طبعا كان موجود في النادي الأهلي فتكلمت معاه على قصة أن أنا المشاركة والكلام ده كله فحسيت يعني من كلامه أنه يعني عارف موهبة شادي وعارف إن إزاي يوظف شادي فعشان كده بس اخترت نادي البنك حصل ارتياح نفسي وتواصل طبعا مع كابتن يوسف أنا قدامي لقطة دلوقتي وإنت نازل كمت في مورات طلع الجيش بتغير مع كابتن وليد سليمان شعورك وإنت كابتن وليد ده طبعا مسألة أعلى لها من بدر يعني فكون إن إنت تنزل تغييره مكانه كانت حاجة يعني شعور ما قدرش أوصفه طبعا أنت حاجة كان نفسك تحققها من زمان دلوقتي أنت بتنزل مكانه وبتاخد مكانه في مطش كويس مطش طلعي على الجيش فكانت شعور يعني ما توصفش خالص لعبت أنت مع النادي الأهلي مع موسيماني في مباراتكة البداية الأول في مورات بيرامتز صح؟ لعبت حوالي كان ديها فيها حوالي خمس دقائق حوالي بالوقت الضائع حوالي ثمان دقائق أو عشر دقائق ثمان دقائق لكن الناس يعني في الوقت ده أسنت على شهد ردوان فأربع خمس دقائق استلامت استلام وفيه كرة تانية سددتها فبدأت حتى الأستاذ نبيل الحلفاء والأهلاوي الكبير يعني لما حقال فعلا يعني في دقيقتين فيه موهبة يعني الفكرة كلها كابتن أسامة والله المطش كان مهم كان مطش صعب طبعا كنت مطلود من أننا كان كابتن عمرو السلائي اضطرد فمطش صعب أن انت تنزل في مطش زي ده في الجزء اللي قدام كمان مستر موسيماني ديني الثقة دي كلها أن أنا أقدر أن أنا أحسس أن أنا أقدر أغير المطش دي حاجة طبعا يعني حاجة ما أقدرش أتكلم فيها يعني فالواحد الحمد لله ربنا كرمه ونزل ظهر بالشكل اللي الناس كانت مستنيها وكان ممكن أن أنا أفرق مع الفرق وكان هيبقى مكسب يعني بس خير الحمد لله ربنا يكرم كده في اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله ربنا وفاق شدي تعالى نشوف مع بعض يعني الكلام اللي قلنا علت من زميا نشوفه نرجع نعلق عليه بكل حلقة دامن هنتكلم عن نجم أو عن موهبة بنقدم فريق المستقبل للمكون من 11 لعب نجمينا النهاردة هو شادي ردوان شادي ردوان اللي اتكلمنا عنه كان أول برنامج يتكلم عنه أو يقدمه ويعرف جميل النادي الأهلي بيه كان هنا برنامج الأشبال وهو من يعني اللعبة من العيدة النادي الأهلي اللي تم اكتشافه من أكاديمية النادي الأهلي في المنصورة وزي ما اقول لحضراتكم الكلمة عنه جديد الجارديان بريطانية وكلمنا عنه هنا فيه برنامج رشبال تعليق يا شادي وحنا يعني الحمد لله كلامنا طلع في محل وكلامنا طلع صح لما كنا بنقول إن عندنا مواهب وعندنا لعيب وإنت فعلا يعني الحمد لله الناس أسنت عليك لا طبعا بشكرك طبعا كابتل أسامة وبشكر البرنامج الجميل ده طبعا برنامج مهم وبرنامج بيزر اللعبة الصغيرة اللي أنا واحد من الناس اللي البرنامج ظهرني يعني الناس بدأت تعرفني أكتر من خلال البرنامج وبدأوا يتفرجوا وكمان الماتشاط اللي كانت بتتزع مباشر لنا والفرقة الالفين واحد وفرقة تسعة وتسعين كانت بتعرف الناس بتحس إن انت كأنك موجود مع الفرقة الأول الناس متابعاك وعرفاك وحفظاك فطبعا فكرة البرنامج فكرة هيلة وإن شاء الله ما زيد من التقدم بإذن الله طب ايه موضوع الفراري يعني شادي رضوان الفراري خلع منين الاسم ده لا الاسم بصراحة كان أول حد لقبني بيه كان المعلق والمرسل دلوقتي كابتن فروس صلاح فروس صلاح ما كان معنا برضو في فريق العمل في فريق الاعداد في الأشبال فهو كانت في الفترة دي كنت بدأت أظهر شوية وكانت القناة بتغطي المبارات كلها فجت بقى الفكرة منين اللعبة لما بتحس إن في ناس بتتفرج عليها والناس متابعها إنت من وإنت صغير بتحاول إن انت بقى تظهر نفسك بتحاول إن انت تموت نفسك في الملعب الناس تعرفك تتشهر أكتر فدي كانت خدمة بصراحة يعني كان نفسنا تبقى موجودة من زمان بس دلوقتي يعني الدنيا بقت كويسة إن انت شايف الهدف ده أنا عايز أتكلم على الهدف ده وقف عنده شوية الهدف ده كان في مبارات إيه كان مبارات دجلة دجلة ده تقريبا من بعدان عملت ده وقلاص يعني ده تعليقات المبارات خلاص لا أنا عايز أتكلم عن الهدف يعني هدف حلو هدف ملعوب وفي مهارة عالية جدا وبتعد من كذا واحد وبتروح عند الجول كمان مش بتسدي ده كلام ده لأ انت بتركن في زوج الله يا كابت يعني أنا كنت أخد الكرار من بدر أنا أخد الكرة من أول رفعت عيني بصيت حسيت إن الدنيا فاضية شوية فكررت إن أنا روح فجات بقى معايا عديت من واحد والتاني فخلاص كل شوية انت بتقرب من الجول فأول ما وصلت للجول بقى قلت لازم هنا بقى حتة عقل شوية انت خلاص بعد كل ده حرام إن انت اضعي حاجة زي دي كويس فساعة ما وصلت للجول بقى خلاص لازم أرفع عيني كويس عشان ما ينفعش المجود ده كله يضي احنا شايفين طبعا يعني مجموعة هنا من الأهداف الحلوة والهدف ده من الأهداف الحلوة جدا ده كان أمام برامت صح ده تقريبا برامتس بقى المفضل لقلبي بحبه جدا الهدف ده ولا اللي قابليه لا ده والتاني برضه بس ده أكتر شوية عشان ده عايزة تكلمنا عن الهدف ده جول برامتس ده كان تفكير شوية صبر يعني في الموطش ده كان المدار لا لا هدف برامتس ده تاعة ودي دجلة ده احنا عايزين الهدف الأخير الهدف بتاع برامتس ماشي عمارة معانا هجيبهولك حالا دلوقتي كل طلباتك أوامر هده في اللي شباب اه هو الهدف ده اه الموطش ده كان المفروض ان انا كنت مسمع شوية في الدوري يعني كنت هدف الفرقة فالمدرب من على الخط من أول موطش معايا اثنين اه امسك الشجر دوار اه بالزبط فكل اللي بيتكلم فيه شادي رقم 14 فأنا بدأت أتحرك شوية كنت بدأت طرف يمين كابتن احمد سراج جابني الناحة التانية اه دي تقريبا كانت أول كرة لها في الموطش بعد ما بدأت هتحرك فالمدفع عارف ان هو جاي هيعمل تاكلنج اه لان هما زي ما قلتها كابتن المدرب منت ومن من اول موطش اه فأول ما استلامت انا عارف ان هو جاي بأقصى سرعة فلازم بقى احاول ان افكر شوية بدأ المشوق بس فطبعا عمل تاكلنج وحطيته بقى وحطيته مهارة برضه اه مهارة المعتادة طوالك عايز ابدأ معاك بقى الموضوع من الاول انت شهادي انت منين الاول ده انا من المنصورة كارية الدراكس طيب اه الفكرة جات لزي تروح تنادي الاهلي اه من اللي شافك روح تاختبارات هي القصة كانت يعني طويلة شوية بس اه انا كنت بلعف الشارع عادي اه فالناس قالت لبابايا ان اه شهادي العيب كويس وبتاع بابايا طبعا ما كانش ليه في الكرة في الفترة دي اه فانا دايما من الناس صغير بتعلق بحاجة وشوية بزق منا زي اي حد صغير فهو كان فاكر بقى ان شوية كرة وبتاعه هيوقت في البيت يعني اه فجينا بقى قال لي نروح اكاديمية الاهلي في المنصور اه فروحت اه عدت شهرين تلاتة ودي كانت اقصر فترة للعيب موجود في الاكاديمية تصعد للقطاع الناشئي عدت قدي بقى ثلاث شهور ما كملت ثلاث شهور اه النادي الاهلي بيفتتح اكاديمية في دميات فحتى تكلمنا في النقطة دي يعني هدف كبير جدا هدف انك انت بتنتقي المواهب من المحافظات فالنهار دا شهد ردوان ضيفنا كان يعني في اكاديمية المنصورة وتم اختياره من الاكاديمية لقطاع الناشئين بالاهلي بالزبط اجابت اني اكاديمية الاهلي يعني بتطلع لعيبك كويسة جدا الناس بتبص عليك اه زي ما قلت الحدثة كان عدت شهرين ونصف او تلاتة يعني ماكملتش دفع الفلوس اه وتصعدت القطاع الناشئين اه اه فاي حد بنصحه يعني ان يبقى موجود في اكاديمية الاهلي الناس بتبص عليك بتتمرن كويس وايس يعني كل الجراءات تدريبية وكان ما شاء الله منصورة كمان بتطلع مواهب كبيرة بالزبط هو اغلب لعيبت المنصورة كل لا يعني ما شاء الله حتى اللي ما اكملوش في ان ديها لعيبة كويسة جدا كان وقتها مدير الاكاديمية مين كان الكابتن سيد كان كابتن سيد لسه ماشي كان لسه ماشي يعني انت ما حضرتوش لا للأسف اول ما روحت كان كان لسه كابتن سيد ماشي وانا لسه يعني يا دوب بدأت ادخل لك كان هو طبعا هو اللي اسس اكاديمية المنصورة اكاديمية الاهلي في المنصورة كان الكابتن سيد هناك عايد اتسألك بقى عن المدربين وعن قطاع الناشئين والمدربين اللي مرنوه في قطاع الناشئين لكن اسمع الرد لكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكو من جديد وهنقول اراء حضراتكو كلها على الهوى وشادي معايا النهاردة في ضيافة برنامج الاشبال اه كابتن شادي كنت باسألك عن يعني خلاص انت انتقلت من اكاديمية النادي الاهلي في المنصورة للنادي الاهلي كان عندك كم سنة وقتها تقريبا سبع او ثمان سنين سبع او ثمان سنين اه انا عدت ثلاث شهور انا داخل اكاديمية الاهلي وانا سبع سنين اه اعطي ثلاث شهور ثلاث قطاع كنت نفس السن يعني سبع او ثمانين سبع او ثمان سن اه مين بقى المدربين اللي بدأوا معاك بقى في قطاع الناشية والله يا كابتن اللي اخترني في الاول اللي كان كابتن عبدالنبي عشور عبدالنبي عشور اه يعني كابتن عبدالنبي عشور ده ليه فضل كبير قوي علي مهما تكلم كده مش همشقدر هو كابتن عبدالنبي ما شاء الله يعني حلوة كمان بالظبط يعني هو ده اول حد اخترني وفضل مكمل معايا شوية وكان فيه مدرب كان جاي كان لسه يمسك الفرقة ما كانش عاوزني هو اللي صمم ان انا بقى موجود غير كده مكنش يبقى موجود يعني فانا بصراحة بشكره جدا اه تايب معايا وقف جنبي فبشكره جدا على الفترة اللي انا قضيتها معايا يعني مين تاني بقى كابتن عبدالنبي عشور اختارك في الاول وفاديت معايا في مدرسة الكورة بعد كده بالترتيب كابتن عصام صلاح وكابتن ياسر محمدين بعد كده كابتن محمد شرف بعد كده كابتن احمد سراج وبس كده بقى عدد الفريل الاول كابتن احمد سراج اشتغلت معاه فترة كبيرة مع الفين واحد مشاء الله عملته يعني نتاج كويسة جدا خاصة ان الفين واحد عندنا فريق حلو يعني فريق مليء بالمواهب عندنا مغربي وعندنا شدي ردوان وعندنا عربي بدر فيه لعبة كتير بالظبط يعني كابتن احمد سراج قاعد معنا سنتين تقريبا استفدت منه كتير جدا ومدرب انا يعني بعيدا عن الكورة بحبه بحبه جدا برا الملعب وبيحاول ان هو يحمس اللعيبة ويحاول ان هو يطلع اقصى حاجة عندهم وهي دي الفترة تقريبا اللي انا يعني كنت ما شاء الله ماشي فيها كويس فترة كابتن احمد سراج تقريبا قبل الاصابة 9 جوان في 9 مطشاة جات لك اصابة قوية انت في وقت كان انا على معتقد خدت عين انت جات بعد موضوع الجارديان البريطانية بقول لحضرتك انا اول 9 مطشاة 9 جوان وتمن اسستات كمان فانا كنت ماشي كويس قوي بس جات بقى احوار الاصابة ده يعني خير كله طبعا من عند ربنا الواحد دايما يعني مقتنع ان كل حاجة من عند ربنا بتبقى خير يعني استقبلت الخبر بتاع الجارديان البريطانية يعني الجارديان البريطانية يعني من اكبر الصحف الموجودة في العالم انها تتكلم عن موهبة لسا انت عندك 17 سنة لاعب مصري فبتحطك في ضمن البرواز افضل 60 موهبة حول العالم شفت الموضوع ده ازاي خاصة انت لسه صغير يعني الغرور بقى واستبالة الخبر والكلام ده زي ما احنا شايفين دلات يعني اه شادي من ضمن الليستة بتاعت افضل 60 موهبة في العالم والله يا كابتن الخبر ده كان كنا راجعين في البس بعد المطش كابتن احمد صراك بلغني بالموضوع ده في المصر تقريبا كنا في السويس فقال لي ان فيه جريدة ومش عارف ايه والكلام ده فانا طبعا ما فيش في دماغي يعني جريدة بتكتب زي اي جريدة ده مش جريدة مش اي جريدة انا ما كنتش اعرف خالص اجابتن فجينا بقى تفجئت بقى بعدها بيومين كده حد بيكلمني فاخدت معلومات عني اكتر فجينا بقى بعدها بيومين ليت مصر كلها بتتكلم عن الموضوع ده وانا اصلا انا فاكر ان عادي انتواخد الموضوع ببساطة في الاول بالزبط فكابتن حمصر ايه بيالاغني ان فيه جريدة منبررة عايزة تتكلم عنك وكده وامتبعك بس انا ما جاش في بالي ان كل ده هيحصل بس فالحمد الله بعدها بكم يوم تقريبا الموضوع نزل الناس كتير بدأت تتكلم علي طيب بعدها طبعا خدت عين عند جامد ايه باصابة قوية جدا على ما اعتقد وقتها كان كسر في التركوب وكنا موجودين معاك بردو وقتها في المستشفى اه حضرتك زورتيني طبعا مشكرك جدا انا كنت انها هي ما كانش كسر في التركوب بس كانت المشكلة ان كان فيه نزيف في الرئة اه ايه دي كانت المشكلة يعني عشان كده طولت شوية في المستشفى طولت شوية معاك اه بعد كده بقى خلصت من الحوار ده طبعا الحمد لله يعني بقى كده كم مننا بقى في حوار الكسر ده شهر او شهر ونص اه النادي لايه يوقف معاك في الوقت دوت اه وفر لك كل الصول عشان ترجع تاني لكن انت ابن من ابناء وموهبة كمان بدأت تظهر يعني في النور اه بصراحة جابت ان النادي وقف معايا وقفة كبيرة جدا يعني من اول من اول ما تصبت في نفس اليوم اه طلعت على المستشفى من اول يوم لاخر يوم عاد عشر تاني في المستشفى تقريبا كل شوية حد وقف معايا كل الناس بتكلمني كابتا محمد فضل وقتها كان مدير التعقدات كنت انا لسه ماضي عقد جديد جاي للمستشفى وتكلم معايا وقال لي ولا يهمك كل الناس كلمتني يعني مفيش حد تقريبا كابتا مفتحي موبروك مش عايزة انسى حد كان رئيسك لعناشين وقتا كابتا مفتحي بالظبط مش عايزة انسى حد كل المدربين كل العمال كل اللعيبة كل الناس وقفت معايا والنادي لقال طبعا ما تأخرش دي اف اي حاجة سواء عملية او حساب مستشفى او الناس بتدعمني كل حاجة بصراحة كبتا تمام بنفكر حضراتك وبعتولنا على صفحة القناة وقولولنا رأي حضراتكو زي ما احنا شايفين رأيك ايه في موهبة الفراري شادي ردوان هنقول كل اراح حضراتكو النهاردة خاصة ان احنا يعني زي ما بنقول لحضراتكو شادي ده ابن برنامج الاشبال من اولي الناس اللي احنا اتكلمنا عنه وبنتمنى له ان شاء الله التوفيق خلال الفترة اللي جاي عايزة ارجع بالي الفريق الاول بالنادي الاهلي اللي بدأت انت مع موسماني اللعب في مورات بيراميتس مورات صعبة بيعتمد على ناشئ في ظروف صعبة ايه اللي بيميز موسماني في الفترة الوسيارة اللي انت اتمرانت معاه فيها اول حاجة طبعا مستر موسماني بيعامل اللعبة كلها سواء صغير او كبير واحد ما بيفرقش مع اهم حاجة الملعب عنده دايما بيحاول ان هو يصلح الاخطاء في وقتها ما بيحبش ان هو مدرب كبير طبعا وكنت اتمنى ان انا اكمل شوية معالك النصيب يعني ان شاء الله ارجع الموسم جديد هو موجود بازن الله خلي بالك هو بيتابع كل المعارين يعني النهاردة في اعارات راجع نادي الاهلي محمد شريف واكرم توفيق وناصر ماهر يعني في اعارات راجع فالنهاردة هيتم متابعتك بشكل كبير جدا بشكل مستمر وانت في البنك الاهلي عشان تبقى انت عارف انت رايح على تحدي جديد لا اكيد يا كابتن انا خارج عشان ان شاء الله وصلاح محسن كمان من ضمن المعارين اللي هرجعوا ان شاء الله في الموسم الجديد الزبط انا بقول لحضرتك ان انا خارج عشان ان شاء الله اقدم موسم كويس اه مستر الموسماني والنادي الاهلي تبقوني بشكل كويس اقدر اظهر امكانياتي اكتر في الدور الممتاز اه عكس طبعا مباراة الناشئين تحت دي مباراة بيرامتز الثمن ديال انت لعدتهم دي يعني ابرز لطة اللي كانت فيها تزديدة وفيها ثقة وبتلعب ومش خايف اه كان نفسي بصراحة تيجي جول كانت تفرق معي الخير يعني الحمد لله اللي جاي بقى حسن موسماني قال لك ايه بقى قولي اول ما شافك كده وانت يعني نزل المباراة هو طبعا اتفاجئ ان انا نزل في ظروف ماتش زي ده اه اه بروح للجول وكنت ماشي كويس في الماتش اه اتكلم معي طبعا قال لي كنت كويس قوي ده بعد المباراة اه لأ انا بكلمك قبل المباراة قبل المباراة يعني قبل ما تنزل قبل ما تنزل قبل المباراة هو اتكلم معي قال لي انا محتاج حد سريع يقدر يطلع بالفرقة الادام كويس ده قبل ما انزل على طول اه فانت عندك الكدرة على الكلام ده كله انت تقدر تنقل الفرقة كنا مضغوطين شوية في التوقيت اللي انا نزل فيه فكان محتاج حد بسرعات اكتر ان هو يطلع بالفرقة الادام اه بس فهو ده اللي حصل يعني انزلت الحمد لله ربنا وفقاني في الكرتين ثلاثة اللي انا قدرت اشترك فيهم يعني بس الحمد لله ربنا وفق يعني طيب عايز برضو يعني اسألك عن يعني شفت ازاي النهاردة 13 لاعب من قطاع الناشئين طلعوا مع مسماني وموجودين في تدبات فريل اول والله دي حاجة جابتن يعني اكيد بتدي تحدي لأي حد موجود في قطاع الناشئين وفرصة كويسة ان الناس تتفرج على لعبة الصغيرة لعبة الشباب اللي انا يعني واحد منهم اه فرصة كويسة طبعا يعني كل تمرينة فوق مش عايز اقول حضرتك يعني بتفرق ازاي كأنك مباراة بتثبت نفسك فيها بالضبط على اقل حتى لو اقل استفادة ان انت تبص على الراجل اللي في مركزك اي ان كان مني اللي عايز اللي موجود بتتعلم منه بس طيب يعني ما شاء الله عندنا اراء كتير جيدة عن شادي ردوان ما شاء الله يعني عايز ابتدي مع حضراتكم محمد حسن يا ابو حسين بيقول على شادي ردوان لاعب ممتاز زياد احمد ابو مصطفى بيقول لاعب موهوب جدا ويا رب يكون اضافة للاهل ان شاء الله يكون اضافة احمد المغربي بيقول لاعب ممتاز جدا احمد مصطفى صلاح بقول هو ملعبش في شكل اساسي مع الفريق الاول بس في الناشئين مميز جدا كل التوفيق والنجاح لشادي ردوان الفراري هو طلع عارة للبنك الاهل عشان يشارك بصفة مستمرة ويعني يكتسب خبرات كبيرة يومنا بتقول الفراري لاعب مميز بالسرعة ومواهبة كبيرة وان شاء الله اعارته تكون بداية موفقة ليه ان شاء الله نروح لمحمد رمضان بقول لاعب ممتاز وان شاء الله هيكون مستقبل الاهل الفترة اللي جاية وفكرة اعارته فكرة رائعة وان شاء الله دور الابطال من نصيب الاهل يا رب وليد رقفة منتظرين المزيد ولعبوا مع البنك الاهل فرصة جيدة جدا وهو ده الهدف من العارة انه يشارك بصفة مستمرة امه معتاز بتقول شكرا كابتن وثامة حسني على دعمك المستمرة لشادي شادي ده ابننا ابن برنامج الاشبال هو وكل اللاعبين في قطاع النشيب الناد الاهل محمد حسني ربنا يوفاك ان شاء الله وياسين اعلى ابو الاداء رائع وممتاز كابتن شادي ما شاء الله اراءة كلها جيدة الناس المتوسمة في شادي ردوان خير وبطول ان شاء الله العارة تكون يعني خطوة جيدة ان شاء الله انك ترجع تاني الناد الاهل وتكتسب خبرات ان شاء الله طبعا تبقى خطوة كويسة لها وكون عند حسن وظن الناس دي كلها يعني فاشا خايب ظنهم خالص ان شاء الله واحنا من هنا بنتمنى لك التوفيق وكلنا سيقة فيك ان ان شاء الله التجربة دي هتخدها بكوة تكتسب فيها خبرات نروح للفاصل وبعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع ضيفي كابتن شادي ردوان اهلا بحضراتكو من جديد كابتن شادي يعني اول ما طلعت بقى الفريل الاول وعايز اتكلم مع الفريل الاول شوية ووقف معه شوية مين اول واحد من اللعيبة استقبلك في اول تمرينة لا وكل اللعيبة بصراحة كل اللعيبة استقبلتني بشكل كويس مش حد معين يعني كله بيحاول ان هو يتكلم معاك يفوكك كده تحس ان انت يعني بقى لك كتير فوق يعني الاول يوم اللعيبة بتحاول ان هي تتكلم معاك ويقربوا منك فيه طبعا محمد محمود ده اخويا طبعا ربنا يشفيه طبعا ورجعه بالسلامة بالضبط احنا وريبين من السن شوية فعشان كده كان بيتكلم معايا اكتر يعني فربنا يشفيه كده ويرجعه بالسلامة وهو شخصية محترمة جدا وربنا يوفقه الفترة الجاية يعني ان شاء الله فيه طبعا كهربا فيه كابتن وليد سليمان طبعا وليد سليمان طبعا ودوره القيادة وكهربا طبعا بالضبط فكل اللعيبة مش عايز انسى حد كلهم يعني اي ناشئ طالع بيحاولوا ان هم يدخلوا في الموت بتاع الفريق الاول يعني مين مسلك الاعلى كابتن وليد كابتن وليد اه طبعا من غير يعني اي كلام من بدري اوي بقولي الكلام ده بتحب في وليد سليمان ايه في التمرين في قط اللبس في المعسكرات اه بتشوف وليد او شايف ايه اللي بميز وليد سليمان يعني اسراره يا كابتن يعني هو لحد دلوقتي اسراره في الملعب عايز يلعب بيقدي بشكل كويس بيتمرن من اول يوم جاه فيه النادي لغاية النهاردة هو هو التمرين واحد اه كل حاجة مثالية يعني فانا عشان كده بحبه جدا بتحب اسراره وليد سليمان اه طبعا مين تاني من اللعيبة يعني انت قلتلي كهربا وليد سليمان ومحمد محمود عشان نقرأ منك في السن فيه كابتن عمر السلاء طبعا اه برضو اسراره في الملعب وبيتمرن كويس جدا ويعني حاجة كويسة جدا برضو كابتن عمر اه شافت النهائي الافريكي ازاي شادي النهاردة الاهلي والزمالك اه صعدوا للنهائي الافريكي طبعا وتمنى تتويج الاهلي اه طبعا كنت الفترة دي اللعيبة بيتكلموا عن النهائي الافريكي ومبارات سبعة وعشرين اه ابرز الكواليس اللي كانت بتتم في قط اللبس واللعيبة بتتكلم عن نهائي افريكي اه الله يا كابتن هو مش هتفرق المنافس يعني اه اللعيبة كلها حتى في دماغها اه في تفكيرها هدف هو البطولة اه من اول ماتش في افريكيا واللعيبة كلها يعني اه عايزة تاخد البطولة دي اه عشان طبعا الجماهير تفرحها وانفرح نفسنا طبعا نفرح الناس وانفرح النادي كل الناس اللي موجودة في النادي فهي بطولة مهمة طبعا وماتش مش هيبقى سهلة اه طبعا فريق كبير فرقة الزمالك بس احنا حطين هدف يعني ايا كان من المنافس انت بتلعب عشان تكسي اه بس فكل اللعيبة كلها مركزة البطولة بتاعتنا ان شاء الله ان شاء الله انت وقتلي مسلك الاعلى محليا في النادي الاهلي كابتن وليد سليمان طبع عالميا عالميا كابتن محمد صلاح وكريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو اه ايه اللي بيميز بقى كريستيانو رونالدو اللي انت شايفه يعني عايز تعملو تبزا كريستيانو اصلا كريستيانو ومحمد صلاح طبعا اه طبعا محمد صلاح مسل كمان عشان هو من نفس البلد ومن نفس البيئة بتاعتنا اه اكيد مسل يعني وبتمتاز بالسرعة انت يعني برضو فيه بيميزك السرعة وينهالها جمات قريب شوية من محمد صلاح بالضبط هو نفس المركز كمان بس كريسامر ونالده طبعا عشان بعيدشوا عننا الراجل بدأ من الصفر يعني وكان بينحد في الصخر بمعنى صح فلازم ده يبقى مسهل طبعا طيب عايزة أكلمك عن إعارتك بقى لبنك الأهلي ما شاء الله البنك الأهلي استناد بيعمل فريق كبير بقيدة كابتن محمد يوسف المدرب الأهلاوي اللي عنده خبرات كبيرة بيتمناله التوفيق فبيكون فريق من ضمن هداف شادي ردوان أنك تلعب وتكون أساسي هل شادي حاطت أولمبيات توكيو هدف من هدافك أنك تكون موجود مع المنتخب الأولمبي خاصة عندك موسم طويل ممكن تشارك فيه وتتقلق طبعا ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا طبعا أنت في الملعب بتأدي وتكتهد وتعمل عليك كل شيء وارد يعني اللي لا فأنا حاطت هدف أول حاجة طبعا أن أنا أشارك بالصفقة السيعة مع كابتن محمد يوسف ونقدم موسم كويس إن شاء الله للفرقة وأقدم موسم كويس لنفسي أولا وربنا يكرم بقى في اللي جاي يعني الواحد هيعمل اللي عليه ودي حاجة بتاعت ربنا أنت تحلي بالك أنت عندك الموسم كامل الأولمبيات هتكون بعد انتهاء الموسم فأنت النهار ده عندك فرصة إن شاء الله ربنا كرمك وقدرت تثبت نفسك وتحبز مكان من بداية الموسم مع فريل بنك الأهلي وبدأت تشتغل بشكل كويس عندك فرصة كبيرة وكابتن شاوي الغريب قال اللعيب اللي هيكون أساسي في نديق أو بيشارك في نديها هيكون متواجد في المنتخب الأولمبي بالضبط يا كابتن يعني خطوة مهمة لها من كل حتة سواء من ناحية النادي الأهلي أو منتخب الأولمبي أو كل حاجة يعني فالخطوة أهم حاجة بس الواحد يثبت نفسه ويقدر يشارك بصفة أساسية وبعد كان إن شاء الله المرحلة دي بقى اللي جاية بعد أن أنا أشارك بصفة أساسية دي بقى بتاعت إن شاء الله أن الواحد موت نفسه ويعمل عليه وخير يعني اللي هيبقى جاي أكيد من عند ربنا خير بتدرس هشها دي الوقت ولا بترسش ولا خلص الدروس أنا داخل تانية جامعة سياح وفناد تانية جامعة سياح وفناد وإنت صغير من اللي كان بيشجعك دايما على الكورة الوالد الوالدة خاصة تقول تلي الوقت والدك يعني ما كانش إليه في الكورة زمان هو صغير لكن بدأ يهتم بعد كده من اللي كان بيشجعك بقى لا هي والدتي أهلوية جدا الصبابة طبعا بعد بقى ما أنا بقيت في النادي الأهلي بقى كل أخبار النادي الأهلي وكل حاجة تخص النادي الأهلي بقى متابعة يعني قاعد قدام كورنات الأهلي 24 ساعة بالضبط بس والدتي من وإحنا صغيرين من أيام من وإنا صغير من أيام الجيل جيلة بوتريكا الجيل اللي هو الزهبي ده كنا دايما بنقعد أي مطش للأهلي أنا وهي على طول يعني كنا قدام تلفزيون 24 ساعة أيام مطشات اليابان دي كنا بنقعد من 8 الصبح نسمع الراديو فوالدتي يعني أهلوية جدا من زمان بتابعك في المشات كلها دايما كانت موجودة معاك في مدينة نص وقت المباريات اه طبعا بتيجي دايما وببقى سمع صوتها كمان من بر بتشجعك كمان اه بتزعي لأي حد ما بيلعب ليش لا والله فهي دايما في ظهري وأنا بصراحة يعني عايز أشكرها وأشكر أختي وأشكر أخوي وأشكر والدي وعمي طبعا الناس دي يعني وقفت معي وفاة كبيرة قوي مهما تكلم مش هقدر يديهم حقهم بصراحة يعني قلت لي من شوية وإحنا في الفاصل يعني واحد برضو من اللي هم فضلة علي كنت عايز تقوله كابت محمد شرف يعني برضو اشتغلت معاه كذا سنة وليه فضل على شدي ردوان اه يعني كابت محمد شرف قعد معنا حوالي تلات سنين اه تلات سنين دول أكتر تلات سنين استفدت فيهم في قطاع الناشئية اه من برى الملعب بقى الجوه الملعب كل حاجة كان دايما محاضرات قبل قبل أي تمرينة كنا بنيجي قبل تمرين بساعة تقريبا الساعة دي محاضر اه دايما بيتكلم معنا وإزاي تفكر لفوق وانت كنا تقريبا 16-17 سنة كنا بالتويد ده بيزرع فينا ان احنا نفكر في الفريل اول اه فمن يعني كل اللعبة كان عندها حلم في الفترة دي ومصدقات ان انت هتبقى موجود اه فبصراحة انا مش هقدر اتكلم عنه ده يعني شخصية محترمة جدا برا الملعب وجوه الملعب برضو هو موجود السنة دي في مع فريق الفين وثلاثة بالزبط كنا نتمنى كمان يكمل معنا اكتر من كده يعني كل اللعبة اللي موجودة في الفين وواحد اه كابتن محمد شرف ليه بصمة معايا سواء برا الملعب أو جوه الملعب اه واحنا بالمناسبة واحنا بنتكلم عن المنتخب الولمبي وحلم الولمبياد دلوقتي مباراة مصر والبرازيل وهي يعني التعادل السلبي ودلوقتي حوالي يعني 25 ديئة في المباراة اللي وديه وديه تجربة قوية للكابتن شاوي الغريب واللعبين ايضا قبل اولمبياد طوق شادي عايز اسألك عن الكابتن خالد بيبو ما شاء الله السنة دي عامل طفرة في قطاع النشئين اه بالنادي الاهلي اه على مستوى الفرق في دمج فرق كمان فرقة 2001 بقية 2002 طبعا تبدأت خلاص بقيت مع البنك الاهلي وتجربة قوية واعارة يبقى فيها سفادة قوية لكن انت شفت ازاي السنة دي شكل الكطاع انا كنت طبعا اتصعدت للفريق الاول مع مستر فيلر ما كان زلت فترة تحت قريبا شهر او اقل ففي خلال الشهر ده انا كنت موجود مع كابتن خالد بيبو اه شخصية طبعا محترمة برا الملعب اه 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 انا ويامل حاجة مع مع قطاع النشئين كل الموسم ده اه بيغير وقصة دمج الفرق دي كويسة ومفيدة اه بيحاول ينقل عناصر مميزة بيبص على اللعبة كلها دايما متواصل مع الفريق الاول فوق كويس لاي حد مميز موجود تحت وبتكلم دايما فوق مع الناس فوق فهو بصراحة يعني عامل طفرة الموسم ده وان شاء الله مزيد من التقدم يعني ان شاء الله هو ما شاء الله دلوقتي فيه عدد كبير لكن بقى اللعب لما تيجي الفرصة ويطلع الفريق الاول عايزه يمسك فيها عشان يكون موجود ما ينزلش مرة تاني واحنا بنتكلم وانت بتقول محمد صلاح وكريستيانو محمد صلاح دلوقتي بقى حلم لكل لعب دلوقتي خلاص فتح المجال اه الطموح زاد لكل لعب النهاردة لعيب خرج من قطاع الناشئين في الماولين العرب لعيب زينا في يوم الايام كان صغير كبر دلوقتي يوصل للعالمية شايف نجاح محمد صلاح ازاي دلوقتي انه هو خاصة بقى بيوقف على منصات التدوين دلوقتي في اختيار الافضل في العالم ازاي والله كابت انه هو بص مصر فيها لعيبة كويسة كتير بس هي الفكرة بتبقى في العقلية بتاعت اللعيب يعني محمد صلاح طبعا عقليته هي غالبا هي 90% من وصوله اللي هو فيه كويس ففيه لعيبة كتير جدا في مصر كويسة بس بتبقى العقلية شوية ضعيفة فانت اهم حاجة تشتغل عليها بعيدا عن الكرة عقليتك الاستمرارية بتاعتك هو ما شاء الله كل ما بيوصل لحاجة بيفكر في اللي بعد وهي دي الفكرة بان ما تبقاش طموحك ضعيف ان انت كل ما بتوصل لحاجة فانا خلاص انا كده انا عملت اللي علاية وبتاع لا طبعا لازم تفكر في هدف اكبر كمان توصي محمد صلاح قال من زمان وانا صغير بشتغل على نفسك شادي رضوان دلوقتي بتشتغل على نفسك بتطور نفسك بص يا كابتن يا تقريبا الكصة مشابهة شوية هو برضو كان بيسافر من البلد بتاعته مش عارف كام ساعة اربع ساعات او خمسة انا نفسك القصة تقريبا اول اربع سنين اللي هي في النادي انا في النادي من 11 سنة اول اربع خمس سنين كنت كل يوم برضو يعني السوائن تقريبا في المواقف بقى حافظين حافظوك خلاص كورسي اللي قدماني ده بتاع طب هسيبك تكمل الحكاية دي بس عايزك تقول الو 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 حبيبي منو ده ده لازم تعرف طب اتكلم تاني تكلم تاني عشان هيعرفك دلوقتي مش عارف صوته ولا ايه انا مش سامع الصوت مش سامع الصوت لا يعني طب علي صوتك شوية الو ايه مين ايه يا استيج منوار يا حبيبي ده والدك ايه يا وابا عامل ايه باباك دي مفاجأة دي على الهو والصوت بس عاملش اه 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 عامل ايه حبيبي منوار الدنيا حبيبي ربنا يخليك يا حبيبي منورك يا حج ردوان اه كابتن اسامة ايه الاخبار والله تمام الحمد لله الله يبرك فيك شايف عارض شادي للبنك الاهلي وتحدي جديد وتجربة جديدة من اتما انه فيها التوفيش ايفها ازاي والله يا تكريبها ان شاء الله ممتازة اه وهتدي له الفرصة انه هو يشتارك اه وان شاء الله ربنا يكرمه ويرجع لبيت اه 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 احنا كلنا معاه يعني اه تعبت معاه كتير حضرتك ووالدته يا صزر ادوان والله اه اه هو يستاهل اه يعني هو من صغره هو غاول اه النادي وكلب النادي من صغره كويس شادي كان بيقول لي دلوقتي بابايا مالوش في الكورة كان زمان دلوقتي قاعد قدام قناة الاهلي 24 ساعة مرتابع كل اخبار الاهلي كنت تبقى فقوضة وهم فقوضة لما يكونوا كتفرج على المقصة ووالدته فدلوقتي خلاص بقنا كلنا اهلوي تمام الحاجة بتتفرج دلوقتي والله اكيد طيب عايز اخيرا نصحة منك يا صزر ادوان لشادي في التحدي الجديد في البنك الاهلي ان انا عندي ثقة ان شادي ان شاء الله هيخوض موسم كويس هيقدي فيه منتقى القوة وهيكون فتحة خير عليه سواء مع المنتخب الولمبي ان شاء الله يروح وكمان عودته مرة اخرى لناد الاهل فعايز رسالة منك ونصحة منك لشادي دلوقتي على الهو والله هي النصحة ان هو يحافظ على نفسه كويس وصلاته ويفضل محافظ عليها هي ده اهم حاجة وربنا يكرموا ويوفاهم ربنا يوفاهم ان شاء الله يعني ونشوفوا لعيب كبير يا صزر ادوان انا بشكرك يعني شكرا جزيلا وزي ما بقول لحضرتك احنا دايما يعني عندنا ثقة كبيرة في شادي ردوان شادي كنت انت شكرا يا صزر ادوان شادي كنت بتحكيلي عن ظروف مشابهة بينك ومحمد صلاح في البدايات كان هو بيسافر وانت برضو نفس الطريقة ونفس الاسلوب بتسافر برضو بمنصورة الكاهرة كتير او يعني انا قلت لحضرتك السوائن تقريبا كان حافظين اه فانا كنت بسافر دايما من المنصورة للنادي اللي قال لي كنت تقريبا بوصل في خمس ساعات او اربع ساعات اه كان عندك كم سنة سبع تمام سنين من سبع سنين لخمستاشر او اربعتاشر سنة لما بدأت استقرر هنا في الكاهرة انا كنت بسافر حوالي تلات او اربع سنين كاملين كل يوم صفر اه من الصبح الساعة تسعة تقريبا برجع بالليل بقى على عشر وعشر رجع في نفس اليوم تا في نفس اليوم انام واصح الصبح اه كل يوم على الوضع دايما وانت رسم قدامك هدف وانت عندك سبع سنين بالزبط اجابت ان هو انت حاطت هدف وكمان في الفترة دي بقى حد انا لازم اشكوره بقى يعني والد دايما مسافر ما كانش والدي والد اللي بيجي معاى انا كنت لسه سبع سنين اه فكان عمي بقى هو المتولى المسؤولى دي كلها كان كل يوم برضو معاى مفيش يوم كان بيفوته اه فانا بشكره جدا هو ده يعني لي فضلك بيرعوى علي طبعا وانا من هنا كابتن شادي يعني بضم صوتي لصوت والدك زي الحلقة اللي فاتت ما انا قدمت نصايح لعربي بدر هدملك نصايح بسيطة على الهوى انت خامة ممتازة ولاعب جيد وليك تنتظر مستقبل كبير علشان تقدر تكمل المشوار وان شاء الله تكون موجود في النادي الاهلي وتقدر تسطر تاريخ كبير لازم في حاجات تعملها تحافظ على صحتك تمرينك دايما التواضع علاقتك بربنا سبحانه وتعالى ودايما تكون بار بوالدك ووالدتك وباهلك وفي النهاية بناتناولاك التوفيق ان شاء الله وشرفتنا ونورتنا كابتن شادي ربنا خليك كابتن وسامع وأنا بشكر حضرتك طبعا وبشكر القناة وبشكر البرنامج كله وان شاء الله يكون عند حسن الظن كده لفترة الجاية بإذن الله ان شاء الله ان شاء الله بكده وصلنا نهاية حلقتنا في نهاية حلقتنا بشكر ضيف اللي كان من اوارنا وشرفنا كابتن شادي ردوان ونتمنى له إن شاء الله كل التوفيق في التحدي الجديد في عارضه مع البنك الأهلي ما زال الحديث مستمر عن المواهب داخل قطاع النشئين بالنادي الأهلي السبوع الجاي انتظرونا وحلقة جديدة من الأشباه